موسيقى 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 من العالم ويخلصنا من الغضب الآدي وخلصنا لما مات على الصليب بدلنا وإحنا ابناء مخلص في حياتنا لكن طول الطريق هو بيخلصنا من المتاعب والأعداء والجوع طبعاً سفر الخروج صح 16 اللي أنا قريت منه بيمشي بالشكل اللي أنتوا عارفين وخروج 12 الدم اللي خلصه يكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها فقر الدم وأعبر عنكم أصحاح 13 بدأوا يتحركوا بدأوا يخلصوا من فرعون أصحاح 14 عبروا البحر الأحمر وتم الخلاص من فرعون فعلاً أصحاح 15 كانت الترنيمة بس بعد الترنيمة على طول زمروا جات حتة صعبة في الأصحاح اللي فات اسمها مارة وفي مارة تزمروا حزنه وبعد مرة جات إليم دايماً في الحياة في مرة وإليم بعد مرة وإليم بدأ المن الموضوع اللي أنا بتكلم فيه وده أفضل خلاص الشعب تزمروا تاني بعد ما تزمروا في مرة تزمروا تاني وقالوا فين أيام زمان خلي بالك من الكلام وحضراتكم عارفين بس بذكركم فين أيام زمان لما كنا في مصر كنتوا تعملوا إيه كنا عند قدور اللحم حد فاكر نأكل إيه عند قدور اللحم مش نأكل لحم نأكل خبزة مرة طبعاً هم كان نفسهم في الكرات كل حاجات اللي تحت الكرات والبطيخ والبصل بس هنا إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزاً للشبع طبعاً هم بيأكلوا على الريحة عارفين طبعاً القصة بيأكلوا على الريحة ما كانش بيأكلوا لحمة والخبز ما كانوش بيلقوه بس هو ده الطبع اللي فينا لما الواحد بيسمح له ربنا أن يقف قدام المراية وده مش غلط من الحين للآخر يعرف أنه لا يسكن فيه أي في جسدي شيء صالح والتزمر اللي هم تزمروه أنا وإنت على استعدادنا تزمروه أنا عايز أشارككم وأرجو أني ناخد بالنا المن اللي نزل طبعاً هو رمز 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 المسيح ورمز ورمز الكلمة الله لأنه ليس بالخبز واحد وإحية الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فهم الله أي أنه رمز للمسيح من خلال كلمة الله أنا وإنت عايزين نتغذى على المسيح من خلال الكلمة كل يوم وزوء يعني بقول لك مثلاً إذا الرب في نعمته بنلاقي ناس بنربحهم للمسيح جايين من خلفيات ما عرفوش حاجة خالص يعني خلفيات عراقية خلفيات سورية خلفيات لبنانية مصريين عايشين في عزب ما سمعوش حاجة عن المسيح الناس دي لما بتقبل الرب يسوع ما بيبقاش عندنا حاجة نقولها لها غير الكلام اللي قاله الرسول بوليس لقصوص كنيسة أفص قال لهم إيه الآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثاً مع جميع المخلصين بتقابل شخص بيجي للمسيح عن طريق خدمتك أو عن طريق التلفزيون أو عن طريق أي خدمة عن طريق الإنترنت الحاجة المصيحة الأساسية والأخيرة والأولى اللي أنا وإنت علينا أن ننصحوا بيها ونركز مرة واثنين وعشرة وطبعاً على نفسنا خليه يتعلم يتغزى على المسيح من خلال كلمة الله هذا الإله اللي خلصني بالدم هو نفسه مصدر شبعي ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله واللي عبر بي البحر الأحمر في أسحة 14 واللي رنمت له في أسحة 15 هو مصدر شبعي في أسحة 16 وتكتمل الصورة في أسحة 17 لما شقص الصخرة ونزل المية رمز العمل الروح القدس اللي بيكشف لي المية وبيحول الكلمة الله جوايا إلى خمر أسكلم ثلاث كلمات عن نعمة للجياعة ومن الإجباع ثم جوع وضياع هم قالوا لربنا قالوا للموسى وعلى ربنا قال لا أنتو جبتونا إينا عشان نموت نموت من الجوع كلامهم جزئيا فعلا لو ما فيش من هيموتوا من الجوع وبستغرب على نفوس بتدور على الأكل في العالم طول عمره العالم مش بيدي حتى الخرنوب يعني كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله فلم يعطيه أحد ما بيلاقيش الخرنوب لكن اليومين دولا الخرنوب بيمر جدا خليك في الخرنوب وخرنوب مر يعني أنت بتخلص القعدة ساعة ولا ساعتين أو النقاش في الحاجات دي تروح تنام تلاقي نفسك جعان وحزين وأحلامك كلها حزينة طبعا عشان ما فيش من نعمل الجيع المن جاه بعد التزمر نعمل المكان أنه المن جاه فين في برية سيناء يعني وسط الظروف الصعبة ربنا بيدينا من وشبع ما تخافش مهما كانت برية سيناء طبعا صورة الشمس المحرقة والظروف الصعبة عندنا من إيه عندنا من عندنا كلمة الله وعندنا المسيح في كلمة الله في المكان في برية سين في الزمان يوم خمستاشر اتنين مش مش باميل الصعوبة في الأرقام بس دايما اتنين رقم الشهادة وخمستاشر ثلاث خمسات خمسة نعمة خمسة نعمة خمسة نعمة يعني مهما كان الزمان فشهادة نعمة الله أيا كان الوقت اللي انت فيه صعب جدا أو شوات مريح اتنين في خمستاشر افتكر نعمة في الزمان هو رقم خمسة دايما الرقم النعمة قول إيه إيه رقم خمسة أمثل الرقم خمسة خمس خبزات وسمكتين بركة ونعمة خمس عزارة نعمة نعمة انك تولدت مسيحي خمس حجارة مولس نعمة ربنا اللي بتستخدمني في قتل جوليات أروقة خمس أروقة في بركة وها كذا فتلت خمسات في اتنين ثم مش باز نعمة رغم التزمر قالوا ربنا هم تزمروا علي أنا هنزل لهم خبز من السماء من من السماء فالصاعة 19 من السفر اللي قبل هو سفر التكوين قال لهم أنا هنزل هنزل عليهم نار من السماء أهل سدوم وعمورة ودولا مرات بحس أنه ممكن جدا ربنا ليلا نعمته ينزل علي نار من السماء أم تستهين بغنى لطفيه وإمهاله وطول أناته طول أناته يعني طول أناته طول أناته يعني في مواقف بتحصل مننا لو واحد شافك بتعمل كده يخضب عليك ويخضب يخضب ويأذيك إنسان ربنا طول أناته يأخي بيشوفنا بنعمل حاجات يطول بال ويطول نعمة نعمة إنه بدال ما هم وسمعتونا طبعا دايما بنتكلم إنه ما فيش كبائر وصغائر في المسيحية بس فيه ثلاث خطايا ربنا بيكرهوا مين فاكر الكبرياء الرياء ثم التضمر وعدم الاكتفاء التضمر من الخطايا اللي في أصحاح واحد وعشرين من سفر العدد لما تضمروا زي كده بس بيكرروا ويطلع لهم الحياة المحرقة مرات نتضمر وربنا ينزلنا أخبز ومرات نتضمر وللأسف ربنا يسمح لنا بحياة محرقة ده 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 كل هذه الأمور أصابتهم مثالا لنا فلما تتضمر وربنا ينزل لك خبز ما تكترهاش ما تقولش يا أهم هو فين ربنا طب أنا أتزمر رح نزل المن دي حكاية حلوة جدا بس المرة الجاية فيه طريقة يعني ممكن ينزل لنا تزعى كشرته بس ده حقيقة ده حقيقة معاملات ربنا بالنعمة والحنية بس بيضطر ربنا مرات يبعث يبعث ضعفة ومرضة وكثيرون يرقدون لأننا لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا لكن قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم يعني مثلا شوف موقف شمشون كم يساني شوف كم غلطة عملها شمشون وربنا يكرموه كم غلطة في وادي السورق وفي غزة وفي كم مرة بس ما ما تعتقدش يا شمشون إنه الدنيا لعبة نعمة ربنا آه بس نعمة ربنا لا تقودنا للاستباحة في الآخر ما يزرعه الإنسان تقلعت عينيه وتربط على فكرة تزمر من الخطايا اللي إحنا كمؤمنين مرات كتير مش بناخد بأننا منها يعني مثلاً لو واحد لا قدر الله بيعمل يشتم يحلف يفكر بنجاسة واضح بس التزمر وعدم الغفران خطايا قاتلة ما فيش عندي ربنا بس حاجة تخلي جواك مرارة تجاه ربنا ومن الصعوبة بمكان إنك تتبارك وإنت متزمر إلا لو اعترفت بهذا الأمر لكن أتكلم كلمة عن نعمة ربنا اللي وهم متزمرين جابت لهم المن قالهم بالليلة هينزل المن كل يوم الصبح كل واحد يروح بنفسه يجيب زي علبة كده عمر وكل واحد يجيب لنفسه ما ينفعش الأخ ناصف يجيب لي ولا أنا يجيب لأخ مجدي كل واحد يجيب لنفسه أنا معرفش حتى يعني مكتوبة صراحة كل واحد معرفش إذا حد مريض حد يجيب له ما فيش ده ملقتوش وفكرت فيه لازم كل واحد يطلع حوالين المحلة وينحني ويجيب شوية من وياكلهم بس جيب على قد ما تقدر يعني مثلا لو أنت هتقدر تاكل ربع كيلو جيب ربع كيلو هتقدر تاكل كيلو كل كيلو هتقدر تاكل اتنين كيلو جيب هو فري المن جيب على قد ما تقدر ما تكون ليش في البيت كميات طب ليه قال لك الزيادة الدود هيكلوا إلا يوم الجمعة جيب يومين اللي هما يوم الجمعة ويوم الايه ويوم السبت ومش هيحصل له حاجة وده اللي حصل عايزك تطلع على الأقل على الأقل بجد خمسين وجه شبه حقيقي ما بين المن والمسيح على الأقل أقول لك بعض حاجات منهم بسرعة جديدة مثلا يقول أنه هذا المن جيه لما كان الشعب في حالة سوء وتزمر والمسيح جيه لما كان يقول لك لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه إيه ملء الزمان الشر بتاع رومية واحد واثنين الفساد هي رود سوى حاجة تانية أنه المن ظهر في البرية ما جايش في أرض مصر ولا في كنعان طب والبرية سورة للجفاف مكتوب عن المسيح نبتة قدامه كفرخ كعرق من أرض يابسة مثلا يقول لهم أنا أمطر لكم خبزا من السماء المن جيه من السماء وأذكر سبع مرات في يحنى ستة سبع مرات قال المسيح أنه نزلت من في يحنى ستة بس سبع مرات المسيح يقول أنا جيت من السماء المن نجيه من السماء مثلا في عدد أربعة يقول لك ويلتقطون حاجة اليوم بيومه إبليس بيدي لك أكل ببلاش بس وراه بيسمك سم أبدي أصدق تتكلم عن الخطاء الأشرار لا أنا بتكلم عن القديسين والقديسات أنتوا عارفين أكتر مرة جات فيها كلمة قداسة ومشتقاتها في الكتاب فين لوين 11 إيه لوين 11 ده بتاع الأكل يعني تستغرب جدا أكل إيه عم بتاع الحيوانات الطاهرة والحيوانات الإيه الناجسة ويقعد يزعيد ويزيد فيها ربنا كونوا قديسين لأنا قدوس يا عم ده بتكلم عن الأكل ما هو الأكل هو سبب النجاسة بتكلم عن الأكل يقول لك هذه وجبة فكرية عظيمة هذه وجبة فنية خطيرة هذه وجبة فكاهية هذه المصرحيات تعطيك وجبة مصرحية وجبة فكاهية حتى العالم بيسموها وجبات وجبة كروية مش بيقولوا كنه أكتر أصحاح فيه كلمة نجاسة ويتنجس في الكتاب هو لو ينحد عشر بتاع الأكل خلي بقالك اليوم كله بتاكل قال المسيح ليس ما يدخل الجوف ينجس مش الأكل الجسدي لكن ما يخرج بتاكل من العالم قدام التلفزيون قدام الانترنت قدام صاحبك بتحكو فيه طول اليوم تقول لأنا جاسة إذا أنت عايز أنك تشبأ كل يوم بيوم كم مرة يقول في الكتاب واعزين ما سأل في عبراني يقولك واعزين أنفسكم إمتى كل يوم في أعمال اتنين وأعمال خمسة كانوا يواظبون إمتى كل يوم العالم بيأكلك من غير ما هو مش بيستشيرك أنت بتلاقي نفسك قدام التلفزيون وقدام الانترنت وفي العربية مع صاحبتك أو مع صاحبك وتلقى نفسك بيأكلك بترمي لك حاجات من غير ما بتلاحظ الحاجات دي كلها ناجسة اقرأ كلمة الله كل يوم اشبع بالمن كل يوم البديل ضياع هتاكل من العالم هتاكل من العالم الانسان ما يقدرش يعيش فاضي عايز أملى الكباية دي هي مليانة مليانة ايه هو عايز فضيها من الهواء حط لها مية حط لها شربات حط لها اي حاجة قال المسيح املأوا الاجران ما املكوا بيتك الصبحية بدري قبل ما العالم يملأها مثلا يقول من ضمن الواجه الشبه بين المن والمسيح في كلمة الله يقول لهم تارونا مجد الله يا السلام لما جه المن قال لهم ده ايه ده هتشوفوا ورأينا مجده مجدا ومن غير ما تلاحظ يا اخي كل يوم تقرأ كلمة الله ونحن جميع الناظرين مجد الرب بواجه مكشوف ما تغير الى ترب من غير ولا حاجة انت مجرد ما بتقعد وتقرأ الكتاب وتصلي وشك بيلمع زي موسى مجد الرب لكن من ضمن واجه الشبعة ما بين المسيح والمن مثلا انه كان حوالين المحلة يعني مثلا ما رحش بقف برية تاني مثلا في حريب جبل لا نزل حواليهم اريب ولا مش اريب الرب اريب بس خلي بالك رغم اني حواليهم لكن ما نزلهم ش في الخيمة انا كان لو انا كاسلان اقول ياريد وينزل في الخيمة وهو صعب عليه نزلهم في الخيمة مش صعب بس هو نزلهم فين قريب الرب قريب بس هذا القريب تحتاج انك تعمل ايه انت تلتقطونه تطلع بنفسك وتروح من حيني كده وتاخد لا انا مش عايزة انحني ولا عايز التقطو تخليك جعان لازم تعمل اكشل لازم كل يوم معروف طبعا اريني اين مكان خلوتك سأقول لك اين قوتك مش عايزة كلام انا عارف يمكن بعض الاخوة الكبار والاخوات يقول ايه اخي زكريه ده وصلت بالمرحلة للحضار بيوصينا على الخلوة بوصيكم على الخلوة بوصي نفسي كمان لان الجسد اللي فينا مش بيحب يلتقط المن ممكن جدا نصح الصبح ورايا ميت حاجة ابص على الفيسبوك ابص على الاخبار ابص على الاجواء الجو وعارف اني لازم ااخد خلوة ومم اعملهاش وممكن ناس كتيرة بتقول لي معلش يا اخي زكريه انا نفسي بس ظروف شغلي هي ظروف شغلك لازم اتحرك من البيت الساعة ستة اصحى اربعة ونص عادي اصبت من ابقك اربعة ونص هتقول لي طب مش هنام كويس نام بدل كده انت بترتب اولوياتك حسب اللي انت عايزه صح ولا مصح لو عندك مقابلة لو عندك حد لو عندك سفارة عايز تروحها هتصحالها لو عندك اكلة من جميلة كل يوم لازم تصحالها كمان ما احلى ما هو مكتوب عن المن يقولك اذا على وجه البرية شيء دقيق مثل القشور حلوة اوي دقيق دي المن ما له دقيق على فكرة على فكرة انا شخصيا واكيد قدسين وقدسات كثيرات بقعد اقول له يا بغت بك يا يسوع المسيح صدقني انا اكيد اللي بيشعر الشعور ده هيصدقني اشكرك يا رب اشكرك لان انا ليه علاقة مع شخص حنين زيت يا جماعة الناس ما بتديش غير الشو كيفهمها وتعلمها وفض ايديك من البشر علشان خاطر ربنا تعال للرقيق الدقيق الحنين تحننا يسوع حلوة حلوة حنين بشكل حتى انا غلطان يا اخي كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي فهو دقيق لكن كمان يقولوا اقال عنه فقال بعضهم لبعض من هو فسمي من ليه سمي المن عشان ايه من هو ونفس العبارة وردت في انجيل مرقس لما سكت الريح فقالوا من هو هذا اي ما عرفوش شيء غريب عليهم والانسان الطبيعي لا يعرف ما لروح الله من هو هذا لا صورة له ولا جمال لم يفهموا المسيح كتير اعود مع شاب او شاب عندهم مشاكل ويقول لي مشكلتي كذا وخطيتي كذا فانا اقول له بص الرب يسوع المسيح اتصلب يا اخي زكريه حضرتك في يكت السؤال غلط انا بقول لك ان انا عندي خطايا ونجاسة ومستعبت للمخدرات او اقول له ما انا في الموضوع بقول لك الرب يسوع اتصلب حضرتك قال على رأس اتصلب المسيح ده مش موضوعي انا موضوع مشكلتي هو مش قادر يربط ان يسوع هو المخلص الوحيد وان العلاقة ما بين صليب المسيح وما بين الخطيئة اللي هو بيعمل لكن هذا هو الخبز الذي اعطاكم الرب المن عطية الله قال المسيح للسامرية لو كنت تعلمين عطية الله ما تنساش وانت بتشكر ربنا على عطياء اشكر ربنا على العطية التي لا يعبر عنها اقول له اشكرك يا رب لاجل العطية التي لا يعبر عنها شخص ربنا يسوع المسيح لكن هذا هوش الامر الشيء الذي امر بيه الرب اللي تلتقطه منه كل واحد كل واحد لازم يأكل بنفسه من المن تروح تقول له عايز اجبع بيك يا يسوع المسيح ما انفعش نجدك ولا بنخالك ولا بنخالتك لازم انت ارجوك افهم بعدين مثلا عدد 19 قال لهم موسى لا يبقوا منهم احد الى الصباح يعني لازم تكلوا فرش زي بالزبط الفص الباقي منه الى الصباح تحرقونه وبين من نار ايه معنى كده معنى كده انك لما تاكلوا كأنه اول مرة يتدبح دلوقتي وكأن المن فرش يعني ايه يعني لما تاخد حاجات عن المسيح خدها فرش مش ذكريات قديمة سمعتها من الاخ فلان لا 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 انت بنفسك وكل على قد ما تقدر وخد على قد ما تقدر يعني ايه يعني يعني ايه الفايدة انك تحوش من هنا برضو في عدد فتولد فيه دود وانتنفى سقط عليه موسى عيش باللي كلته وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا كل واحد على حسب اكله واذا حميت الشمس اذا ما قدرتش الصباح بادري بكر يعني هي الفكرة فكرة روحية اكتر ما هي ها هي حرفية صح مش بقول مش صح طبعا فرق كبير لما اصحى انا يعني اي مرة اصحى الصبح واخد خلوة على الساعة خمسة ياه ببقى سوبر رينا الجيلاند مطلعة والدنيا بجهد تبقى حلوة لكن افرد حصل وما حصلش منك كده معلش بكر للرب ادي افضل وقتك للرب وايضا يقول المسيح المبكرون الي يجدونني في ناس كتيرة عايزة تدرس كلمة الله بعد ما تعجز في السن لا تعطي المسيح وارد زابل مش هتلحم ايضا مثلا في عدد 24 يوم السبت كان يحفظ يعني جابوه يوم السبت ما دواتش وهذا رمز للرب يسوع المسيح يوم السبت كان فين كان في القبر لكن ماذا يقول الكتاب لم يرى جسده فسادا ما اروع ياخي السورة والتشبيه يعني مش موسى اللي كتب كده لكن ربنا مثلا عدد 30 وهو كبزر الكزبرة هتقول لي بزر الكزبرة حلو عالملوقية ماشي هايجي بعد شوية انه طعمه حلو لكن هنا بزر الكزبرة مش المقصود بيه طعمه الحلو انه مدور ودائما المدور لا نهائي يعني انت مثلا في زي كورة كده حط حط ايدك عليها وحاولت وصلها لنهائي ما فيه اش يدعونا اسمه عجيبا ملوش حدود ادخل انت على الانترنت وكتب بالانجليزي او العربي او اي لغة يسوع جيسوس اكتر شخص عليه مخت اختلافات يقول لك هو نبي هو الله هو انسان لا ما كانش في الوجود اساسا شخص اسمه اسمه عجيب الناس احتارت منه واحنا ابننا ببساطة انحنينا واخدنا وابننا لكن هو عجيب وعايز اقول حاجة لحظت خلال يعني بنعمة الرب لي قربت اكمل الربعين سنة عايش مع المسيح يعني حوالي 37 سنة بادرس بقرأ في الكتاب بالسمرار لاحظت ان احنا اسمع الحتة دي وراجحت بنخسر كتير لما نهمل تفاصيل الاناجيل الاربعة يعني مش بقلل من دراسة اللويين ولا العبرانين بس الاناجيل الاربعة كل ما اقرأ فيهم واشوف التركات ليه هنا ذكر وليه ما ذكرش بقول عجيب عجيب يسوع المسيح في كل تصرف في كل كلمة في كل صمت انه كبزر الكزبرة ثم ابيض ابيض دي مش عايزة كلام ابيض يعني ايه يعني طاهر تعبان من نفسك تعبان من نفسك انا تعبان من نفسي كل من اين كل من الابيض وبيض الابيض هيظهر عليك ابيض يعني ايه يعني قدوس كل من حلاوة عينيه نظاراته كل من رقة قلبه كل من قداسته قداست المسيح تنطبق عليك حاجة اللي بعد كده طعمه كرقاق بايه هسألك سؤال المسيح حلم قول كده اقولي بالصوت هادي الرب ياسوح حلو قول كده جدام ربنا يا شيخ او يا شيخ او يا اخوي او حاسس بكده ولا مش فرق معك اذا مش فرق معك اقولك في مشكلة في مشكلة ممكن اللي مش حاسس يكون ميت مكلش انت جيب ميت وحطله عسل هيدوق ميت ناس كتير بنقول الرب ياسوح حل حلو الرب حلقه حلاوة وكله مشتهيات كمان انه محفوظ يحفظ قدام الله يجيبه منه العمر ده وحفظه قدام الله وطبعا دي صورة للرب ياسوح الآن ظاهر امام عرش الله لأجلنا هطلع بعض الحاجات السريعة سفل عدد مثلا واصحاح 11 حاجات بسيطة مثلا من عدد 4 المن كان محتقر من اللفيف احنا قلنا ياسوح حلم لكن اللفيف قاله ايه بص قاله ايه والآن يبس انفسنا ليس شيء غير ان عيوننا الى هذا المن اللفيف يحتقر وإلى ماذا يشير اللفيف تعرف اللفيف ده يشير لإيه ها typical يعني ناس ابوهم واموهم من الاخوة بأمانة typical من كنيسة الاخوة بشكل خاص طبعا من اي حتة بس بزيان ابوهم ومن الاخوة وهو حافظ معلوماته ما تولدش من الله انا عش فترة كده لفيف قبل ما تولد كنت اروح الكنيسة يقول لي ابوه احضر اه احضر اعمل ايه ده حتى ترانيهم ومش حلو وقاب انا بتعمله ايه يقول لي ده بتحذف الاشتباعات بنفرح اقول له ده انت شكلكم نكد حزانة كده وسكتين لفيف مش قادر يجبع بالرب ولا متمتع بعبادة الرب قوعة تكون لفيف اذا انت بتحب الرب يسوع يبقى لازم كل يوم هتقعد عنده تأكل منه من الكتاب المقدس كون انك ما بيحصلش منك كده يبقى انت من اللفيف يعني ايه من اللفيف يعني اصحى بدري يا اخي عشان اعرف الكتاب لا 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 زودتوها لا 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 كده بصراحة لا ده انت هيبارت خالص انت وسعت منك انت لفيف انت بتشتمني حالك لفيف كيه لفيف ده يا اخي زكري ايه ولا لفيف صدقني لفيف مين اللفيف طلعوا مع شعب الله وهم مش من شعب الله اللي بنوعا لهم من بره قال له هلا ومن جوه يعلم الله بخاف ان علشان فهمنا ان الخلاص بالنعمة انك تعتقد ان ما فيش جهاد في الحياة المسيحية الحياة المسيحية حياة جهاد حياة ايه جاهد جهاد الايمان كان ابي فراس مجاهدا في الصلاة لما ابي فراس يقعد راكع لمدة مثلا ثلاثة اربع ساعات يصلي لاجل الاخوة ده جهاد ولا مش جهاد جاهد وتدرب عليه لازم تطوف يعني ايه تطوف يعني مثلا تقرأ اية في سالة روميا شفته مثلا دكتور مهر سامويل مثلا شفته عامل كام شريط في روميا لغاية روميا تمانية اهو ده بيطوف بأمانة بيطوف يعني اكيد هو اري اري مثلا عشرين تلاتين اربعين تفسير لروميا في الاية بيلفلها وانا شفته مرات بيطوف الراجل بيتعب زي اللي قال بينزل البحر عشان يجيبها لازم طوف لو بتحب المن طوف طوف على الاقل طوف على العربي هادي المكتبة جنبك وتقرأ تفسير اقرأ التفسير يا اخي مش هياخد منك نصة على فكرة يعني انا طبعا بحترم كل الارايات اللي حضراتكم بتقروها بس اختباريا انا شخصيا ما عنديش رغبة الا ان اقرأ تفسير يعني فيه كتب روحية رائعة واحيان اقرأ فيها بس انا شخصيا حاس ان الوقت بتاعنا يعني تخيل عندك 66 سفر منهم سفر زي سفر اشعياء 66 اصحاح امتى هقدر انا اطوف علشان ادرس الكلام ففيه كتب روحية تأملية على رأسي اقرأ طبعا اللي ألا تقول على ايه متشدد بس بصراحة انا حب العضم واللحم ايه العضم واللحم اقرأ التفسير طوف ادرس ادرس اسفار موسى الخامسة بتاعت ماكنتوش كمثال اهودات بالطوف بجد اقرأ كتاب الكهنوت لعوت سمعان بالطوف اقرأ كتاب الشاكينة لناشت حنة بالطوف بصراحة بتطلع بدرر وشبع يعني تخلص الحاجة كده تحس انك كلت الغاية مش بعد ثم يطحنونه بالراحة واو يدقونه في الهون ويطبخونه في القدور بيطحن وهو مجروح من اجلي معصينا مسحوق لاجلي مثلا متى نزل النادى على المحلة كان بيجي عن النادى يااخي تخيل المن جاي من فوق ما بيلمس التراب فرق بين يقولك المسيح زي ادم ادم مخلوق وملهوش ابو امه المسيح ملهوش ابو امه لكن مخلوق حاشا ده جاي مع ايه جاي مع النادى ده جاي من اين ده جاي من السماء ثم كان يأتي ليلا المن كان ينزل امتى في الليل وهم يخدوه امتى في الصبح يأتي ليلا يأتي ليلا يعني دايما الناس بتيجي المسيح لما تبقى الدنيا ايه ليل تشرق شمس البر والشفاء كل ما الدنيا تضلم عليك تعالى للمن هتلاقيه موجود يحول الظلمة بتاعتك لنور لكن اقول مثلا كلمة اخيرة عن المن ان يكون بتحط في قسط من زهب صورة المسيح الممجد في عبرانين تسعة المن كان مكتوب عنه انه خبز الملائكة خبز لايه الملائكة ما بتاكلش بس صورة المسيح الصانع ملائكته رياحا وخدامه لتسجد له كل ملائكة الله الملائكة الصرفين بيغطون جنحتهم بس نفسهم يشوفوه هما بيقولوا ايه قدوس 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 رب الجنود ماك دهو اخر حاجة تيجي عن المن في سفر رؤية بيقول لي يغلب هاعطيها ان يأكل من المن الايه المغفى ايه المن المغفى ده صورة لبعض الاسرار الروحية اللي كل الناس وربما المؤمنين ما يعرفوهاش يكشفها لك اللي هي وانا اظهر له ما تنساش على قد ما تقدر كل اذا واحد اكل عشر عمر يقول له لا عشان كده بشوف دايما الناس اللي جاي من خلفيات اخرى غير مسيحية بيأكلوا اكتر بصراحة بجد انا بستغرب جاي من خلفيات غير مسيحية واحنا مولدين مسيحين يا اخي وهو بيأكل بيأكل في المسيح اكل ساعات طويلة صحتك اخبرها ايه كلمت كلمة عن نعمة للجياع صممان الاجباع واخيرا بقتم كلامي مش هتكلم لكن اذكرك بجوع وضياع اذا ما اكلتش هتتاكل ان شئتم واكلتم وشبعتم تأكلونا خير الارض وان قبيتم وتمردتم تؤكلونا بالسيف يتاكل يتتاكل ومرة اخيرة باختم كلامي يا اخوة يا اخوات وبصلي معكم علشان خاطر ربنا علشان خاطر نفسك عشان عيالك عشان بيتك اتعلم كل كل يوم من من يوم بيوم وكل واحد بنفسه طعمه حلو وهو دقيق ويا بغت نبي لانه هو عطية الله البديل هتاكل خرنوب العالم خلي بالك وانت على الانترنت بتشوف امور شريرة انت بتاكل اكل مسموم هتقول لي لا بس ده يوصل انت انا بتكلمك امام الله من خلال كلمة الله انت دخلت في دائرة الشيطان وهتحصد هتحصد هتحصد حتى لو في البداية تهيئ لك انك مش هتحصد اشبع بالمسيح علشان تقول النفس الشبعانة تعمل ايه تدوس العسل وللنفس الجائعة واحد بيأكل مني كل يوم بيأكل من غلة الارض خلي الشيطان يقدم له اي حاجة هيقول ما لها شبعانة ومستكفية يغير لونه يجيلك بالنجاسة يجيلك بالفلوس يجيلك بالشهوة يجيلك في حب الارتفاع يجيلك بطريعة وباخرى تقول له اشكر الله شبعان بالمسيح العجل المسمن اكناه واشبعنا بالمن على طول نفسي واحنا واقفين مع بعضنا ده اهي في الصلاة راجع نفسك يا رب يا رب لا تحرمني يا سيد من هذه الوجبة اليومية يا رب السودعكم يا اخواتي لله ولكلمة نعمته ليس بالخبز واحد ويحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله الامر محتاج انك تستيقظ بتكلم روحيا وايضا فعليا بس روحيا يعني لو انت سرحان روحيا مش هتبقى مستيقظ بدري قل له يا رب خلينا استيقظ استيقظ يا رب واطوف وادرس كلامك واجبع بيك قبل ما الوقت يمر والشمس تطلع وتزيب المن مع اني دي نعمة يا رب ساعدني علشان اكل على قد ما اقدر وازود بس ما ينتنش اكله مش ااخده معايا وحطه في الخيمة فينتن خلينا عيش بالله انا عرفته يا رب خلي المن يدخل جوايا ويتحول الى حياة عملية عشان ما ينتنش ولا يدودش انت المن الحقيقي غذائي لا سواك لن يكفي القلب غيرك هنائي في رطاك افتح عيني يقدرك غيناك كم يكون افتح عيني اراك انت ربي الحنون ربي تسبيح قلبي وترني مرتحالي عزي ونصري انت الاهاني في الليالي ربي تسبيح قلبي وترني مرتحالي عزي ونصري انت الاهاني في الليالي اشتركوا في القناة